تتحسر أم حسن وهي تعد مائدة إفطار رمضان إذبت الفاتوش والفول الطبقين الرئيسيين بعدما كان سابقاً من المقبلات التي تصبق وجبة دسمة أصبحت صعبة المنال في ظل غلاء الأسعار كل يوم طبخة لازم يعني يعني لو عنا أكل زايد لازم طبخة رئيسية كل يوم مع المقبلات التازة يعني كله كله هلأ لا من مرأة يعني إذا نهار ما عنا طبخة ما عندي لحمة ما عندي شيء من مرأة الأكلة يعني من مرأة بكفي على المقبلات يعني صحن بطاطا من مرأة مع فاتوش مع لقمة فول بيمشي الحال ودفع هذا الواقع إحدى الإذاعات المحلية المعروفة في دمشق إلى استبدال عنوان برنامجها اليومي الخاص برمضان من خبز وملح إلى رمضان الدرويش ليقدم للنساء أفكارا حول كيفية أعداد مائدة إفطار بثلاثة دولارات في اليوم الواحد مع ارتفاع الأسعار الحادية اللي شفنا ولاحظنا اليوم المواطنة السورية ما بيقدر يجيب صنوبر ممكن يستبدله بفستو الطبخ كمان ممكن ما يقدر يجيب لحمة حمراء ممكن يستبدلها بالجاج وبكميات قليلة يعني نحن عم نحاول نقدم هاي الأفكار الاقتصادية لأكلات جديدة نحن نفس الأكل عفوا بس مكونات جديدة بحيث أنه نظل محافظين على هيكل الأساسي تتغير شوي الطعام ويفترش حوالى مئة متطوع من مبادرة خس الجوع الطريق قرب الجامع الأموي وسط دمشق وتنهمك مجموعة من النساء يعاونهم شبان في توضيب علاب من سلطة الخس والجزر المبروش وإلى جانبهم يعمل فتيان على تقطيع الخس وآخرون على طهي الأرز في تناجر كبيرة 2014 قدمنا بحدود 170 ألف وجبة 2015 230 ألف 2016 ناوين إن شاء الله نصل للنصف من اليوم وجبة اليوم الفئة المستهدفة عندنا اليوم فعلينا نقول كل فئات المجتمع اليوم ما في حدا سوري ما تضرر من الأزمة اللي نحن موجودين فيها الغني تضرر الفئير تضرر لما من نقول الغني تضرر فمنات الفئير انتهى ولئن كانت السفرة الدمشقية ذائعة الصيط بأطباقها الدسمة وحلوياتها العربية خصوصا خلال رمضان الذي يجمع العائلات فإن حال مئات الآلاف من العائلات تغير وتبدلت العادات وحتى الوجبات في ظل الحرب وغلاء الأسعار مع تراجع قيمة الليرات السورية